وقد قيل إن أعظم العبادة انتظار الفرج أعظم العبادة انتظار الفرج وحتى يكون لك شيء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم السخرة في الغامن فكل فرد منهم تقرب إلى الله بصالح عمل فأحدهم ذكر بره لوالدين والآخر ذكر وفاءه مع الأجير والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت لحلة ما الذي تسأله نفسك لو كنت أنت رابع الثلاثة بماذا كنت ستدعو الله لو كنت أنت رابع الثلاثة ما بماذا كنت ستدعو الله إذن العاقل يدخر لنفسه عملا صالحا عند الله إذا وسد في قبره وحلت عنه أربطة الكفن وفرغ الملائكة من سؤاله جاءت هذه السهيرة لتكون برحمة الله له عونا أن يكون قبره له روضة من رياض الجد الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وإذا كان الإنسان يدخر لنوائب الدهر دراهم ودنانير يدفعها هنا وهناك فمن باب أولى أن يدخر ليوم تشيب فيه الولدان أعمالا صالحة عند رب العالمين قال ربنا إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المؤسنين فرغب جل وعلا في طاحته ودع العباد إلى عبادته وقال ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعانى الله على قوله والموفق والهاد الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين